سلام عليكم شاهدين الكرام عادت حادثة جديدة في دولة أفغانستان إلى أدهان الجميع قصة الطفل رايان الذي سقط في بئر وأصبح حديث العالم مطلع الشهر الجاري حيث سقط الطفل يبلغ من العمر 6 سنوات في بئر ضيقة وعميقة في دولة أفغانستان تفاصيل واقعة تقول أن الطفل حيدر سقط يوم 3 15 فبراير في بئر ضيقة وعميقة في ولاية زابول جنوب شرق أفغانستان منذ يوم 3 الماضي وتتم حاليا محاولات لإنقاذه وحسب وكالاس أنباء عالمية فإن الطفل الأفغاني لا يزال موجودا داخل البئر حتى يومنا هذا الخميس 17 فبراير بعد أن فشلت جهود سلطات والسكان في إنقاذه وتداول رواد مواقع التواصل الشمائي صورا لعملية الإنقاذ التي تشبه تلك التي تعملت لمحاولة إخراج الطفل رايان وحتى الآن لا تزال الجرافات تعمل بالحفر من أجل إنقاذ الطفل حيدر الأفغاني الذي ما زال متواجدا داخل البئر لنحو 60 ساعة على عمق 25 متر حسب ما ذكرته وكالات الأنباء الفرنسية وقبل قليل وصل عدد كبير من المسؤولي الكبار في الحكومة الأفغانية إلى محل حدث الطفل حيدر لترقب عملية الإنقاذ بما في ذلك وزير الدفاع ووزير الداخلية ونائب وزير الصحة العامة وأكدت مصادر أفغانية أن حالته الصحية إلى الآن جيدة وعملية الإنقاذ تجري من قبل المسؤولين ومساعدة عامة الناس بكل القوة ولكن لأجل خطورة المكان وضيقه تجري العملية بهدوء وانتشر فيديو على وسائل تواصل الشماعي يظهر فيه الطفل داخل البئر الضيقة إلى جانب سماء تعالي بكاء وصراخ الطفل الصغير مصادر حكومية في أفغانستان أكدت أن هناك فريقا مع سيارة إسعاف وأكسجين وأشياء أخرى ضرورية لإنقاذ الطفل وأضاف صحته جيدة ويطلب أحيانا الطعام والماء وفي مقاطع فيديو متداول على مواقع التواصل الشماعي توضح أن الطفل حيدر الأفغاني يرسد سطر زرقاء ويجلس عالقا في قاع البئر وكتفه على الحائط ويمكنه بشكل واضح تحريك ذراعيه والجزء العلوي من جسده نطلب من الله العلي القدير أن يبقيه حيا وأن يرجعه إلى أهله سالما يا رب شكرا شكرا